ما سبق من وفيات وإصابات في سجل كورونا الحافل بالخراب والموت كان أشبه بهدوء ما قبل العاصفة غير أنه هدوء محموم بصناعة الموت القصة أن وزير الصحة العراقية يعلنها بكل صراحة أن الفيروس التجي بدأ للتو ينشط بكل ما أوتي من خطورة الأرواح التي ذهبت ضحية كورونا بلغت حتى الآن أكثر من 700 حالة وفاة فيما الإصابات تسابق معشر الحصد للعراقيين وتستمر في التسجيل بعد حاجز 24 ألف حالة مصابة الوباء الأخطر في سرعة انتشاره يجد العراق مرتعا له في ظل البنية التحتية الصحية المفقودة أما العراقيون أنفسهم فهم يضرعون إلى الله أما الصحة وأبوابها وإن كانت متوفرة فيها لا تحتمل القدرة على المواجهة يصيب كورونا المسؤولين والبرلمانيين والرياضيين يصيب الفاسدين والصالحين يصيب الأغنياء والفقراء والمحتاجين حضر تجوال لا يعيق إلا تجوال الباحثين عن القضاء على الفساد فيما تعجز الدولة نتيجة إمكانياتها وغرقها في غياب الاستقرار عن مواجهة مرض كوفيد-19 توقعة يرى المراقبون أنها ستكون صعبة على العراقيين في قادم الأيام إذا تحقق حديث وزير الصحة بأن الفيروس قد يستمر حتى نهاية العام المقبل أما الشفاء الذي جاء رحمة لأكثر من عشرة ألاف حالة حتى الآن من جملة المصابين كان الحظ حليفهم وأسرة الشفاء التي احتضنت أجسادهم في عراق يفتقر للمواجهة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر